استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية وهي شركات بيرتون ومينرالي اندستريالي وشركة بي اس ام استعرض اللقاء فاق تعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من التروات المعدنية في مصر في ضوء نجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكواردس بالعين السهنة والذي شهد افتتاحه الرئيس السيسي في مايو الماضي وخلال اللقاء أكد رئيس السيسي على تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الرسخة مع إيطاليا والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي من جانبهم أعرب مسؤول الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر منوهين إلى ما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب الرئيس السيسي لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرص الدولة على تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر